بالنسبة للشكوى على نوعين شكوى إخبار وشكوى نستطيع أن نقول مثلا شكوى تضجر وجزع أما شكوى الإخبار فيجوز يجوز الإنسان إذا قال له الطبيب أو الطبيبة سلامات شفيك يقول والله أنا فيك ذا وفيك ذا وفيك هاي سمونا إخبار سمونا إخبار أو مثلا شخص فقدوه جماعة المسجد قالوا له سلامات ما نشوفك في المسجد قال والله سامحوني أنا مريض وكذا وكذا يقول إخبار يخبرهم أو أقارب قالوا له ما شفناك يا فلان أو أقاربك أنت يا إيناس قالوا لك إيناس أنت غايب عننا فترة تو والله أنا مريضة إخبار هذا ما في شيء أما شكوى التضجر والجزع فهذا حرام ولا يجوز ولذلك كيف يشكو الإنسان الله عز وجل إلى خلقه الأصل أن الإنسان يشكو الخلق إلى الله ما يشكو الخلق إلى المخلوق فإذا كان الإنسان يشكو يعني هذا الأمر يقول الله أنا كذا وكذا بنية الشكوى إلى المخلوقين فهذا والعز بالله خطر على دين الإنسان كيف تشكو الخالق إلى المخلوق وبعدين هذه الأمراض والابتلاءات هذه نعمة من نعم الله هذه المحن في طياتها منح هذه الآلام في طياتها آمال هذه الأوجاع في طياتها أجور ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وللأسف الشديد بعض الناس يتساهل في الشكوى إلى شكوى الإخبار حتى تؤدي به إلى شكوى الله إلى خلقه نسأل الله العافية والسلام فبعض الناس دائما كلما جاء مجلس والله أنا فيك كذا فيني كذا فيك أنا والله عندي المرض فلان عندي طيب الناس ما سألوك الناس ما سألوك أنت أيضا ولذلك الإنسان يحمد الله الإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض يعني خرج منه أنين فجاءه أحد العلماء فروى حديثا أو أثرا أن الملك يكتب حتى الأنين فانتهى الإمام أحمد أصبح لا يئن من شدة الوجع الذي كان فيه بعدما تعرض لتعذيب في فتنة القول بخلق القرآن فترك الأنين الأنين هذا يكتبه الملك يكتبه ولذلك الأصل في الأنين أنه مباح لكن سيكتب فإذا كان أنين لا يسيطر الإنسان على نفسه ما في شيء أما إذا كان أنين لا لأجل يعني يظهر بأن الله عز وجل يعني يبتليه وكذا ويشكو المخلوق يشكو الخالق إلى المخلوق لا هذا سيكتب عليه لا له ترجمة نانسي قنقر